اليوم رح نكمل كلام عن تخصصات بالتمريد اللي موجودة بامريكا وعمرك ما سمعت بنصها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض واللي بنتكلم فيها عن التمريد مهنة العظماء لو عجبك العنوان خليك معي للآخر ولو عجبك الفيديو شوف الفيديوهات اللي قبله واللي بعده في نفس السلسلة ولا تنسى الهاند واشنج البسلي غلاوز هات الماسك وتفضل معي في تخصص من أروع التخصصات خصوصا للعازمين اسمه الترافل نيرس هذا المصطلح وجده لكي يسد النقص في الممرضين في فترة السبعينة كيف بنسد النقص بواسطة ممرضين بتنقلوا من ولاية لولاية عشان يشغلوا مناصب مؤقتة شو بستفيد من هذا التخصص؟ أولا تنوع بالخبرات بقابل ناس كثير بشوف بلاد كثير بشوف مدن مختلفة بجرب المغامرة وفيها رواتب عالية برضو أنا كممرض ثابت فول تايم ممكن يكون شيفتي بـ 300 400 500 دولار أنت كممرض ترافل نيرس جاي تسلكنا خمسة أيام وتروح على مدينة ثانية ممكن يوصل عندك شيفت 700 وتسعمية وألف وألف ومتين كمان دايما البرتايم بيكون راتبه أعلى معروفة وبتشوف الدنيا وبتعيش مرة في ولاية مقتضة مرة في ولاية فاضية مرة في ولاية باردة مرة في ولاية حارة مرة ولاية على البحر مرة ولاية بعيدة على البحر بتجرب كل إشي إشي ممتع جدا ورواتبه خيالية ممكن تختار ايجنسي تدور لك على شغل أو تدبر لك عاخد بأسبوع أو أسبوعين كل فترة وممكن أنت نفسك تشتغل انديبندنت كونتراكتر يعني أنت لحالك من رأسك لرأس المستشفى تتفاهمه لازم تتخرج من جامعة معتمدة تاخد سنة ونص خبرة يستحسن يكون سنة منها في تخصص واحد مش كل شهر الدون بقسم ومعك ترخيص من ولايتك طبعا إذا بتتذكروا فيديو الكمباكت ستيت الممرض المنضم إلى النيرس ليسنشور كومباكت ممكن يشتغل في حوالي 35 أو 36 ولاية زي فلوريدا أريزونا تيكساس وغيرها بيقدر يشتغل في أي منها إذا أخذ رخصة من واحدة بس غالبا رح يطلبوا منك شهادات الإنعاش البيئة الأسود الأسود وغيره وغيره معظم المستشفى تطلب منك سنة خبرة جوا أمريكا لكن بعض الممرضين بيلاقوا شغل على هذا التخصص من أول يوم في أمريكا ممكن يعطوك أوريانتيشن انت رح تدهب خمس أيام أو أسبوع أو أسبوعين فأحيانا بعض المستشفى تعطيك أوريانتيشن يوم وبعض الأحيان بيكون نص ساعة أوريانتيشن أهبل هيك مشي حالك وبعض المستشفى ما بتعطيك أوريانتيشن أصلا ممرضين المسالك اللي هم اليورولوجي نيرسز مشترتوا عشان يختصوا باكالوريوس يفضل يكون عندك دور متقدم أو شهاد عليا في تمريد المسالك الخبرة لازم تكون بالمسالك أو الباطن أو الجراحة وبعض المستشفى تتطلب عدد سنوات معين الخبرة بزراعة الأعضاء أو بالعناء المركزة مفضلة التخصص الرخصة مش واجب لكن في منظمات بتعطيك الرخصة زي سوسيتي أوف يورولوجيك ديرسز آند أسوسيات بتقدم شهادات مثل سرتيفايد يورولوجيك ديرس مثلا ولازم تكمل ثلاثين لخمسين ساعة كل ثنتين إلى ثلاث سنوات عشان تجدد هاي الرخصة في تخصص قريب من النافيجيتر نيرس أو الكيس منيجر اسمه اليوتولايزيشن منيجمنت هذا التخصص انت بتستخدم تقنيات الرعية المنظمة لضمان ضبط التكاليف التي يدفعه الدافعون خاصة شركات التأمين والتأكد من إنها مناسبة أو ضرورية قبل عملها فإنت مسؤول عن تقييم ضرورة وملائمة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى مريض كتابولو صورة طبقية رانين شو ما كانت إنت اختصاصك تفهم هاي ضروري إلو ولا المستشفى بده يخسر شركة التأمين المصارع الفاضي يشترط البكالوروس ويفضل إنه يكون عندك شهادة أعلى ماجستير أو دكتوراه في الهيلث كير منيجمنت أو الكيس منيجمنت أو أي تخصص متعلق فيها الخبرة في الهيلث كير أدمينستريشن أو الكيس منيجمنت أو اليوتاليزيشن منيجمنت عادة بتكون ضرورية وبعض المستشفى بتقولك بدي سنة أو سنتين أو ثلاث التخصص والرخصة مش واجب لكن في منظمات زي American Board of Quality Assurance Utilization Review Physicians تعطيك رخصة مثل رخصة مثلا Certified Professional in Healthcare Quality ولازم تكمل ثلاثين إلى خمسين ساعة دورات كل سنتين إلى ثلاث عشان تجدد هاي الرخصة تتذكروا في فيديو ميزات عمل الممرض في أمريكا قلتلكوا إنه البركتكال إلو شغل والرجسترد نيرس إلو شغل انسيت أقولك إنه مش كل إشي الرجسترد نيرس بعمله فإنت لو بدك تعمل إي سي جي في ممرض خاص للإي سي جي بعمله وإذا بدك تفضل كل استومي زي ما قلنا قبل فيديوهين أو ثلاث فيه استومي نيرس بيجي بفضيها وإذا بدك تركب آيفي كانيولا فيه كانيولا نيرس بيجي بركبها وهم على نوعين بتشابهوا جدا وبتداخلوا في كثير من المسئوليات لكن أنا راح أخليك تفرق بينهم النوع الأول بيسموه Vascular Access Nurse هذا شغلته تقييم احتياج المريض أو تقييم احتياج الوصول إلى الأوعي الدموية واختيار الجهاز المناسب يعني شغلته يعرف هل المريض لازم يركب له كانيولا ولا لا وإذا بده كانيولا أو إذا بده أي شيء ينحط في وريد هو اللي بقرر أحط له كانيولا أحط له باترفلاي أحط له سنترال لاين هو اللي بقرر وشغلته يركب هذا الجهاز أو هاي الكانيولا باستخدام تقنيات معقمة ويراقب الأجهزة ويعمل لها صيانة ويمنع المضاعفات لازم يشترط البكالوريس ويفضل يكون عندك خبرة في الVascular Access أو الInfusion Therapy وأي تخصص متعلق بالأدوية اللي بالوريد الخبرة في الVascular Access عادة بتكون ضرورية وبعض المستشفيات تطلب سنة أو أكثر خبرة التخصص والرخصة كثير بفضلهم هم مش واجب لكن لو صار معك رخصة من جهة معين هذا أحسن إلك في بعض الناس بتاخد رخصة من Infusion Nurse Certification Corporation وتقدم رخصة Certified Registered Nurse Infusion ويجب أن يتم الممرض 30 إلى 50 ساعة دورات كل سنتين إلى ثلاث عشان يجدد هذه الرخصة التخصص اللي بعديه بشبهه اسمه IV Nurse بشبهه بأشياء كثيرة بتقاطع معها في مسؤوليات كثيرة لكن في بينهم فرق في بعض الأشياء IV Nurse يقيم احتياجات المريض للعلاج الوريدي ويدخل الخطوط الوريدية الطرفية فهو بقدر يركب كانولا لكن مش شغله Central Line براقب العلاج الوريدي ويدير المضاعفات الوريدية يعني لما تكون الكانيلة هو الاختصاصه يتصرف مش أنت كRegister Nurse المسؤول على المريض بركب الكانيلة بعطي محليل بعطي أدوي بالوريد وممكن يعطي وحدات دم يشترط الباكالورس ويستحسد تكون عندك خبرة في Infusion Therapy أو سنتين في l-ICU أو الباطن أو الجراحة بعض المستشفات بتطلب مثلا 1600 ساعة خبرة أو 2000 ساعة خبرة في إعطاء المحليل الوريدية خلال آخر خمس سنوات وفي ناس بيقدموا امتحان Certified Registered Nurse Infusion من l-Infusion Nurses Certification Corporation ولازم إذا صارت معك هاي الرخصة يتكمل 50 ساعة متعلقة بالتخصص كل خمس سنوات آخر تخصص رح أتكلم فيه اللي هو ال-Wound Care ال-Wound Care يركز على إدارة وعلاج الجروح الحادة والمزمنة زمان كانوا سموها ال-Wound Dressing هسه صارت ال-Wound Care أو ال-Wound Management فإنت مش بس بتعمل الدرسنج أنت برضو بدك تعمل Intervention بتعمل الدرسنج وتعطي المريض إذا فيه أنتو بيتك أو شيء وتعمل المستحيل عشان بتعمل Prevention of Infection وفي الأخير تعمل Evaluation لشغلك هل زبط أو لا فإذاً أنت بتعمل management لكل الجروح ما بتعمل بس الدرسنج وبعدها بتسألش شغلك أن تركز على الإدارة المتخصصة وعلاج الجروح الحادة والمزمنة يشترط البكالوروس خبرة أو شهادة عليا في ال-Wound Care خبرة في باطن أو جراحة أو جلدية يفضل أن يكون عندك وبعض المستشفات بتحدد عدد سنوات معين التخصص والرخصة مش واجب لكن ممكن تأخذ رخصة Certified Wound Care Nurse من منظمة Wound Estomy and Continence Nursing Certification Board هذه رخصة مفيدة جدا ولازم أن تكمل 30 إلى 50 ساعة متعلقة بتخصصات كل ستين أو ثلاث عشان تجدد هذه الرخصة كان هذا آخر جزء من أجزاء تخصصات التمريض في أمريكا اتكلمنا فيه عن حوالي 85 تخصص ولو سمعت عن أي تخصص ثاني في أمريكا ابعتلي بعملك عنه فيديو لكن أظن أنه منسيتش إشي إن شاء الله باقي التخصصات الموجودة بأمريكا يا إما واحد من التخصصات اللي قلت عنها هو نفسه سيرجيكال نيرس هو نفسه ثياتر نيرس هو نفسه البرئي أوبيراتيف نيرس فاختلاف المسميات مش معناته إنه هذا تخصص جديد وبعض التخصصات بتكون فرع من بعض زي مثلا ممرض القلب ممكن يشتغل بقسم قلب ممكن يشتغل بسيسيو قلب ممكن يشتغل بعمليات قلب فهذا كله اسمه تمريض قلب بظل فيه تخصصات ثانية بيقدر الممرض يدرسها بعد التمريض ويبطل شغل التمريض أصلا ممكن تصير فني إيكو مثلا تعمل فحصات لمرض القلب ممكن تصير فني إي سي جي ما تعمل إلا إي سي جي ممكن تصير إي إي جي تخطيط العصاب لمرضى العصاب مرضى الصرع ممكن تصير أديولوجي تيكنيشان تعمل فحص السماع للناس وممكن تكون بي أف تي تيكنيشان اللي هو البلمونري فانكشن تيست هاي شغلتك في الحياة فإذا حابين نعمل هاي التخصصات برضو فيديو لحال اكتبوا لي تحت بالتعليقات لو خمسة قالوا أنا بدي أعمله حتى في بلاد العرب وفي الخليج الكل قاتل حال لو يصير تيكنيشان بيبطل ممرض وبيبطل أصلا مسؤول عنه مدير التمريض أو رئيس القسم بيصير إلو برنامج لحال ويداوم ويعطل ما يشاور حدا ورواتبها حلوة طبعا في النهاية معلش وجعنا روسكو يمكن عشر فيديوهات وراء بعض لايك لها الفيديو لو عجبك الفيديو واشترك بالقناة لو عجبتك القناة وقوعة تنسى تكبس على كلمة اشتراك يا بتلاقيها الكل أو مخصصة خليها الكل عشان كل ما ننشر فيديو يجيك إشعار أن محمد ناصر نشر فيديو جديد وبرضو ادعو أصحابك للقناة لأنه احنا الفيديوهات مترجمة لأربعة عشر لغة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته